بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع أشراط الساعة وليكن حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن واحدة من أهمها ألا وهي طلوع الشمس من مغربها قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم انتظرون قال الحافظ بن كثير رحمه الله في النهاية قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي انتهى قال السفارين قال العلماء رحمهم الله تعالى طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة بل وبالكتاب المنزل على النبي المرسل كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربها وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة أن من لم يكن إيمانه متحققا إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الإيمان ولم ينفعه فعل بر من جميع الأعمال لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لما عداه من تلك الأعمال فلا ينفعه إيمانه الحادث عندئذ ولا ما صدر منه قبل ذلك من الإحسان وعمل البر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وقرى الأضياف وغير ذلك مما هو من مكارم الأخلاق لأنها على غير أساس قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح والإيمان الحادث في ذلك الوقت لا ينفع صاحبه ولا يكون مقبولا عند الله قد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها وقال الإمام بن كثير رحمه الله وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من طريق عاصم ابن أبن نجود عن زر بن حبيش عن صفوان ابن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون أو قال أربعون عاما للتوبة ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس منه فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه وإنما كان ذلك والله أعلم لأن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون وقال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم انتهى وقال أيضا في تفسيره لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا أي لا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك انتهى وقال البغوي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان أو كسبت في إيمانها خيرا يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق انتهى كلامه وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها في أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله وعلى كل فهذا حدث عظيم وهول مفزع يؤذن بتغير نظام هذا الكون وقرب قيام الساعة وفيه دليل على عظيم قدرة الله عز وجل وأن هذه الشمس مدبرة مخلوقة يعتريها الخلل بإذن الله تعالى هذا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين النافع الذي يدفع إلى العمل الصالح والاستعداد بالزاد النافع ليوم المعاد قبل فوات الفرصة ونهاية الأجل والله المستعان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر